هل تعتقد فعلا بأن بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية أو أسلحة تحتوي على المادة النووية إذا ما ظهرت هذه الدبابات الشالنجر 2 مع قذائف اليورانيوم المنظم؟ هل تعتقد بأنه جاد في ذلك؟ أعتقد بأنه يعني العدد محدود جدا إذا أمكن أن يدكها في مرحلة مبكرة فإذا حلت المشكلة بذلك وربما هذا ما سيقوم به بالفعل سيدكها بأسلحة تفوق سرعة الصوت بسرعة جمع وبالتالي يزيحها تماما من ساحة الحرب ويخلق منها ركاما وينطلق في طريقه لديه دباباته الخاصة لم يستخدم بعد أفضل ما لديه من معدات ولا أفضل ما لديه من قوات ما نراه إلى حد الآن هو يمكن أن نقول بأن المجندون أنت لم ترى النخبة من قواته بعد وبالإمكان أن يدخلهم في النهاية وهذا سيعيث في الأمر فسادا أكثر وأكثر في أوكرانيا لأنهم لن يتمكنوا من أن يتجهزوا بالسرعة المطلوبة من أجل أن يتعاملوا مع ذلك وأيضا أنت الآن ترى دولا أخرى بدأت في أن تسهم أكثر وأكثر فأنا لا أعتقد بأن الصين ستقوم بدعم روسيا بطائرات مسيرة أو إيران بأن ستدعمهم بمزيد من الطائرات المسيرة ربما أيضا كوريا الشمالية فإذا لديه قدرة على الوصول إلى تكنولوجيات أخرى فضلا عن قدراته يمكن أن تستخدم هنا لأن كل هذه الدول فكر في الأمر معي كل هذه الدول معنية في هذا العالم الجديد متعدد القطبية والذي قام الرئيس الصيني والروسي معا بخلقه وإيران معنية فيه بالطبع تركيا كذلك تركيا يعني مسألة أخرى ولكنها معنية على الأقل في الجانب الاقتصادي في مبادرة الحزام والطريق لأنها ممر إلى الغرب من الدول الأسيوية وأنا أعتقد بأن أردوغان بذلك يعد ذا ميزة خاصة إذا افترضنا بأنه لن يخسر في الانتخابات ولكن هناك دول أخرى معنية انظر إلى دول البريكس مثلا والدول التي ترغب في الانضمام إلى البريكس إذ فجأة الآن حتى المكسيك الآن يبدو بأنها راغبة في الانضمام إذا كانت المكسيك ستنضم فأعتقد بأن هذا سيكون أمرا كبيرا مع البرازيل البرازيل تمثل حرف الباء من كلمة بريكس فإذا انضمت المكسيك فأعتقد بأن هذا سيكون أمرا جسيما كنت أخبر جبلوماسيا روسيا أتحدث إليه منذ بضعة أيام عن هذا الأمر وقلت بأنه ما الذي يمكن أن يجلبه المكسيك إلى البريكس وهذا آخر أمر يرغب فيه العالم لأنه متداول في الولايات المتحدة الآن فإذا أنا أعتقد بأنه ربما هذه تمثل دولة ترغب روسيا والصين في أن لا تكون عضوا في البريكس يعني هذه دعابة دبلوماسية من طرفي ترجمة نانسي قنقر